مواعد أحمد اليوم وقلت له أقل من دقيقة بكون عندك وأنا لسا آتني بالمكتب مش قلت لك أقل من دقيقة؟ خلينا اليوم نخدكم معنا لنعيش تجربة يوم الاقتراع في واحد من المراكز الخمس وتتسعين النموذجية لتجهزوا لتسهيل عملية انتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة لاحظت من البداية شغلات عجبتني منها وجود مطوعين مرشدين ليستقبلونا ويساعدونا ما علينا دخلنا ولقنا العلمات الأرضية لإرشاد ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر مثل صديقتنا سارة معلم استنى شو سبق؟ والحلو ان الشباب كمان فهمين بروتوكولات التعامل القاعات بصراحة مهيئة خلص أحمد وانتخب بكل سهولة وبنفس الوقت سارة وصلت للقاعة وساعدتها رئيسة اللجنة حتى تكمل العملية الانتخابية بكل سدرية شفافية وهون اجد ورقة كبيرة خدت أوراق الاقتراع عبيتهم حطيت الورقة الأولى والثانية وهي كيف نكون خلصنا بصراحة العملية كانت أسهل بكثير من ما كنت متخيل سلام الهيئة المستقلة للانتخاب اشتركوا في القناة